إذا كان المسؤولون الصهاينة يهبطون في مطار الخرطوم يقابلون من يشاءون، يقابلون وزير الدفاع، يقابلون البرهان، يقابلون أي زول وأيضا تبادل معلومات أمنية ورقاءات سرية وفي مسؤولين سودانيين يمشون هناك كيف نصف هذه العلاقة بأنها قيد التشكل وأنها ليست طبيعية حتى الآن؟ طيب، العلاقة الطبيعية بتعني أن هناك اعتراف كامل متبادل بين أي بلدين ويستتبع هذا الاعتراف المتكامل وجود تمثيل دبلوماسي مقيم أو غير مقيم في عاصمة البلد والآخر وهذا مبني على اتفاقيات موقعة ومنضاه بين ممثلي السلطة في البلدين ثم هذه الاتفاقيات معتمدة من برلمانات الدول المختلفة هذا هو تقريبا الوصف للعلاقة الطبيعية طيب، لما نجي نسقط هذا الوصف على واقع العلاقة الإسرائيلية السودانية ما الذي حدث؟ الذي حدث أن فضل التطبيع الخطوات التي تتخذت بإذجاه التطبيع كانت مخالفة للقانون السوداني يعني هناك قانون سوداني ساري كان ساريا يحرم ويجرم التطبيع أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل البرهان حينما ذهب وقابل نتنياهو في عن تبي كان قد خالف هذا القانون السوداني الساري وحينما أثيرت هذه القضية لجأت حكومة حمدوك ولجأ وزير العدل الذي كان أحد قادة رواد هذا الاتجاه وكان هناك دعنا نقول تسابق بين المكون المدني والمكون العسكري في موضوع التطبيع باعتباره هو الذي يقرب أكثر أو يعطي استيقاء أكثر مع الغرب الداعم لقضية إسرائيل هنا تحدث عن أمريكا على وجه التحديد لجأت السلطة إلى إلغاء هذا الغانون فألغي غانون مقاطعة إسرائيل لكن حينما وجهت السلطة ووجهت حكومة حمدوك برأي عام من حولها يعني بعض مجموعات التي تشكل الحاضن السياسية لحمدوك ورأي عام سوداني على مختلف الأصعدة رأت أن تبطئ الخطوات في موضوع التطبيع وبالتالي حالة موضوع التطبيع استكماله إلى البرلمان الذي يمكن أن يشكله طبعا لم يشكل البرلمان لكن احتفظها بالجانب العسكري أو الأمني من العلاقة باعتبارا أن المكون العسكري هو موجود وهو يرتب ويرى ويغدر مصلحته ومصلحة البلد من خلال هذا التطبيع وهو طبعا هذا الأمر فيه كثير من الغموض المخيف كما أنا شرطه ترجمة نانسي قنقر